لذلك رفضت ميليشيا الحوثي الإرهابية للعام الرابع على التوالي تسليم جثمان الناشط مطارد أبو سالم المعروف بمحمد صميع وشكى أهالي المغدور رفض الميليشيا تسليم جثمان الفقيد الذي اختطفته الميليشيا الحوثية الإرهابية من أحد فنادخ الحديدة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في يونيو من العام 2018 ومارست بحقه أسوأ التعذيب حتى فارق الحياة وتتعمد بيليشيا الحوثي إخفاء جثة مطارد محمد أبو سالم في ثلاجة أحد مشافل حديدة رغم الوساطات التي لجأت إليها أسرة الفقيد للوصول إلى قتلة الفقيد لكن كل تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح